تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إدارة ومنشآت ميناء المخى والاطلاع على سير العمل والدراسات المقترحة لتطوير الميناء ورفع وطيرة الأداء خلال المرحلة القادمة وخلال الزيارة أشاد المحافظ بالجهود المفذولة في ظل الظروف والإمكانيات المتوفرة وعمليات الاستهداف المستمرة للميناء من قبل الميليشيا الحوثية وثمن المحافظ اهتمام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح على جهوده المتواصلة والمستمرة وما يقدمونه من دعم واهتمام مستمر ومتواصل في العمل على تشغيل الميناء وتطويره وتجهيزه للسقبال السفن كأحد أهم الموانئ البحرية اليمنية مؤكدا أن القيادة الرئاسية وقيادة وزارة النقل تولي جل اهتمامها بالعمل على تطوير ميناء المخى لما له من دور تاريخي ومورد أساسي للدولة وسمع المحافظ شمسان خلال الزيارة إلى تقرير مفصل من مدير الميناء دكتور عبد الملك الشرعبي والعاملين في الميناء حول سير العمل والأداء والتجهيزات والاستكمال الترميمات في الميناء وكذا الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل وأهمية الدعم والتأهيل للكوادر العاملة وتزويد الميناء بالأجهزة والمعدات ليكون قادرا على استقبال السفن المتوسطة كمرحلة أولى إلى ذلك تفقد المحافظ منشآت شركة النفط ومنشآت مجموعة هيل سعيد أنعم وطلع على مدى جاهزيتها في السئناف العمل فيها رافقه في زيارة مدير مديرية المخاباسم الزريقي ونائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون الناقل بتاعز عبدالله المصنف النفل